اختتم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية فعلياته عقب عقاده على مدار أربعة أيام في العاصمة الإدارية الجديدة واكتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم لإيجاد الحلول الابتكارية لمواجهة مختلف التحديات لتحقيق مختلف سبل التنمية شارك بالمؤتمر أكثر من ثمانية آلاف مشارك من مصر والعديد من دول العالم حيث تضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة 65 جلسة حوارية شارك فيها 270 متحدثا من المصريين والأجانب